السلام عليكم و بركاته و سهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة باقي المتقدمة الفيديو اي بي كيو اتناشر الفيديو بتاع النهاردة بسجله علشان اجاوب على اسئلة جاتلي في الفيديو اللي قبل ده على طول اللي هو اي بي كيو حداشر لو تفتكروا الفيديو اللي فات وطبعا اللينك موجود دلوقتي لو عايز ترجع له لكن الفيديو اللي فات كان بيتكلم على البحث عن الاسعار في فترة معينة باكتر من خاصية زي مثلا احنا نجيب اعلى سعر او متوسط الاسعار او ادنى سعر وهكذا السؤال اللي جالي طب ازاي ممكن ابحث عن السعر بالزبط يعني عايز السعر طبقا للتواريخ بمعنى ايه عندي قيمة اسعار بتتغير كل شوية وعندي جدول معاملات في تواريخ معينة لكل معاملة فعايز اجيب السعر المناسب لكل تاريخ عشان كلا النهاردة هنتكلم على البحث عن السعر داخل قيمة اسعار متغيرة وكمان هنشوف البحث عن الخصم المناسب تبقى للكميات المباعة عشان نعمل كده هنناقش اربع موضوعات او في المثال هنشوف اربع حاجات مختلفة منها مثلا ميرج كويريز ميرج كويري هستخدمها امتى لما اكون عايز اعمل بحث متطابق لكن لما اكون عايز اعمل بحث تقريبي هستخدم حاجة زي تيبو دوت سيلكتروز وطبعا دي واحدة من دوال لغة ام وانا باستخدم تيبو دوت سيكتروز كمان هستخدم معاها لست دوت لاست هتساعدني ان انا اختار العنصر المناسب وغالبا هيكون العنصر الاخير في القيمة اللي فيها الاسعار اللي انا بدور جواها كمان هستخدم جروب باي صحيح انا مش محتاج ارخص البيانات ولكن جروب باي هتكون خطوة مساعدة هتكون خطوة اساسية ليه خطوة مساعدة؟ علشان بعد كده محتاج ادور على خصم الكمية فلازم اعمل تجميع الاول وبعد كده ادور على خصم الكمية تعال مع بعض نروح على الاسل ونشوف مع بعض المثال وبعد كده نبدأ نشوف الحل بتاعه عندي اربع جداول الجدول الاول هو الجدول المؤاملات وبتكون من خمس اعمدة العمود الاول في اسم الكاستمر ولو فتحت الفلتر كده هتلاقي عندي اربعة كاستمرز من واحد لغاية اربعة بعد كده اسم المنتج وعندي منتجين واحد واثنين وبعد كده عندي التواريخ وهتلاقي المبيعات دي خلال فترة معينة ثلاث شهور من سنة 2020 يناير وفبراير ومارس عندي كمان عمود فيه الشهر مع السنة كومبايند مع بعض اسم الشهر ورقم السنة وبعد كده عندي الكميات المباعة طبعا جدول مش كبير اوي هتلاقي فيه تقريبا حوالي 360 لين كمان عندي قيمة الاسعار ولو بسيط هتلاقي فيها المنتجين بتاعنا نختار واحد فيهم كده ونشوف شكل الدنيا عاملة ازاي لو خدت بروكت نمبر 1 هتلاقي ان انا عندي تسع سطور تسع تواريخ بتسع اسعار يعني تقريبا السعر بيتغير تات مرات كل شهر لو بصينا على الجدول الاخير هتلاقي عندي عمودين بس اول واحد اسمه المنتلي كوانتتي يعني ايه؟ يعني خصم الكمية ده ما بيكونش على معاملة معاملة بيكون على تجميع الشهر كله بمعنى اخر يعني كل كاستمر لكل بروكت في شهر معين لو عادت الكمية اكتر من 2000 هياخد خاصم 5% لو الكمية تجاوزت 4000 هياخد 7.5% لو تجاوزت 6000 هياخد 10% و 12.5% لو الكمية اكتر من 8000 يبقى انا طبعا زي ما اتفقنا هحتاج الاول اجمع الشهر على بعضه وبعد كده اشوف الخاصم بالنسبة لكل بروكت بالنسبة لكل كاستمر لو بصيت هنا على يمين ستجد ان انا حطيت 3 جداول داخل الـ Power Query لكي نبدأ على طول فعندي اول حاجة جدول المعاملات T-Table الجدول الثاني Priceless في قائمة الاسهار والجدول الثالث اللي هو الـ Volume Discount نروح بقى على Power Query ونحاول نحيان القصة دي مع بعض على الشمال ستجد الثالث جداول T-Table Priceless و Volume Discount نبدأ من T-Table لو رحت على يمين هتلاقي عندي خطوتين بس اول خطوة هي خطوة والخطوة الثانية والخطوة الثانية وما عنديش مشكلة في الاتنين اول حاجة عايزة اعملها عايزة احاول اجيب السعر يعني خليني جنب الكوانتيتي هنا احاول اضيف عمود زيادة هنا كده في الحتة دي مثلا واضيف فيه على طول الاسعار احاول اجيبها من Priceless طبعا لو اضيف عمود يبقى هنروح بشكل تلقائي على Add Column ومن Add Column هنروح على Custom Column فهيفتح لي Custom Column Window هنا هنحط السعر سمي الكلوم ده Price وبعد كده نروح على الحتة بتاعة الفورمولا واول حاجة هنعملها ان انا هجيب الجدول بالكامل اروح اجيب جدول Price List بالكامل وبعد كده هنفكر مع بعض ايه احسن طريقة ان انا اختار منه السعر المناسب حاجة Price List وبعد كده هنبص هنلاقي خلاص بقى عندنا كولوم جديد اسمه Price ولو بسيت جوه كل سل داخل الكولوم ده هنرى كده فيه Table وبعد كده فيه Table وبعد كده فيه Table وهكذا ولو حاولنا نعمل تشاك على اي Table من دول هتلاقي ان ده قيمة الاسعار الكاملة من غير اي عملية فلتراشن طيب السعر بيتحدد كده كده قيمة الاسعار بيتحدد بناء على العمودين دول عمود Product وعمود Date وبالتالي محتاج اعمل مقارنة بين العمودين دول او البيانات اللي موجودة في العمودين دول مع البيانات اللي موجودة في الجدول الكبير يعني ايه؟ يعني محتاج اروح برضو على الجدول اللي فوق وعمل مقارنة مع الديت والتابل طيب دلوقتي كده انا عندي جدولين جدول صغير الانر تابل ممكن اسميه انر تابل وجدول كبير وممكن اسميه الجدول الخارجي والجدول الداخلي طيب بتاعه ناخد مثال ونحاول نشوف كده انا محتاج ايه بالزبط انا هنزل تحت شوية وهروح على رقم معين على رقم ريكورد معينة وليكن مثلا الريكورد رقم تسعين تعالى نبص على الريكورد رقم تسعين انا عندي كاستمر نمبر فور وبروك نمبر تو والتاريخ 24 يناير ولو روحت هنا هتلاقي الجدول بالكامل ومتعا نعمل المقارنة دي مع بعض زي ما اتفقنا احنا عندنا بروك نمبر تو اهو ادي هنتكلم في ريكورد تسعين ادي بروك نمبر تو يبقى انا محتاج اروح على الجدول ده واعمل فلتريشن على داخل الجدول الصغير او الجدول الداخلي او الانر تيبل على بروك نمبر تو يعني يختار لباس السطور اللي فيها بروك نمبر تو وزي دي مثلا وزي دي كمان وهكذا لغاية اخر الجدول ويتجاهل اي حاجة فيها بروك نمبر توان مش كده وبس طبعا انا بحاول ادور كمان على التاريخ اللي هو 24 يناير 23 لكن لو بصيت على الجدول الداخلي او البيعيس ليست هتلاقي بالنسبة لبروك تو عندي تاريخين تانين ما عنديش تاريخ 24 يناير عندي 22 يناير والتاريخ اللي بعديه اللي هو كام اللي هو 6 فبراير طبعا هنا وهنا زي ما اتحاك شايف كده ده طبعا بروك تو وده برضو بروك تو المطلوب ان انا اجيب كل الديت لغاية يوم 22 يناير اعمل بحث لغاية كل التواريخ اللي تنتهي في 22 يناير او التواريخ اللي اقل من 24 يناير لان طبعا 6 فبراير ما ينفعش استخدمه علشان اصعر حاجة اتبعت من يومين يوم 24 يناير يبقى انا هرجع على اي تاريخ قبل تاريخ البيع اللي موجود عندي في الجدول الخارجي او يبقى الوقت احنا نبدأ نعمل مقارنات ما بين البرودكت وما بين التاريخ في الجدول الداخلي وفي الجدول الخارجي هنعمل كده عن طريق ان احنا نعمل ادت هنخش نعمل ادت على الاد كاستوم الموجود هنا ونعمل ادت على اي كون وبعد كده هستخدم دلة اسمها ستساعدني ان اعمل عملية الفلتر تابل دوت سيلكتروز شبه دلة فلتر الموجودة في الاكسل وكمان لما بعمل اي فلتريشن بشكل يدوي داخل البرودكويري هو بينتج بشكل تلقائي دلة تابل دوت سيلكتروز سنأخد انتر وابدأ اكتف فوق وبعد كده افتح قوس واشوف الطلب الاول يحتاج تابل ما عنديش مشكلة التابل هو الجداول اللي موجودة في العمود اللي اسمه برايس لست فعندش مشكلة في التابل فهعمل كاما واشوف الطالب التاني طالب مني كوندشن تعال بقى نفكر في الكندشن انا محتاج زي ما اتفقنا اقارن حاجة من الجدول الداخلي وحاجة من الجدول الخارجي عشان اشتغل على الجدول الداخلي محتاج اعرف variable مقدنش اشتغل على الجدول الداخلي من غير ما اعمل عملية تعريف لvariبل عشان اعرف variable هتديده اي اسم من دماغي احنا قلنا اسمه جدول داخلي فممكن مثلا inner table فممكن استخدم كلمة او variable IT ولازم احطه جوه قوسين فاعمل قوس واكتب IT واقفل القوس بعد كده محتاج استخدم علامة اسمها علامة الجوز 2 دي عبارة عن ايه equal واكبر من مع بعض الاتنين دول مع بعض شكلهم زي السهم كده ده بيسموها جوز 2 باستخدمها ليه عشان تفاهم power query لانا دلوقتي هستخدم الvariبل طيب انا عايز استخدم الجدول الداخلي اللي هو IT وعايز اجيب منه تعالى نبدأ بيه البرودكت فايفتح قوس وقال له والله عايزك تدور جوه البرودكت طب البرودكت ده يساوي ايه ما ينفعش اكتب له بقى وان وطو بأدية لازم يكون dynamic فاقول له يساوي نفس الكلام البرودكت اللي موجود فين اللي موجود في الجدول الخارجي كل اللي هعمله ان انا هكتب يساوي عايز يكون اده بالزبط واروح اجيب الكلام اللي اسمه من ال available columns طبعا ال available columns اللي هنا دي دي الكلام اللي موجودة في الجدول الخارجي فبالتالي ممكن اعمل double click وبالتالي كده خلاص هو هيفهم ان انا محتاج اعمل filtration للجدول الداخلي بدلالة نفس اسم البرودكت اللي موجود في الجدول الخارجي طب ده الشرط الوحيد لا الشرط التاني اللي هو شرط التاريخ فحبدا اكتب ونعمل shift to enter وناخد سطر جديد برضو هستخدم المرادة اي تي لكن المرادة هستخدم اي تي يعني انر تابل لكن هستخدم ال date وعايز التاريخ ده يكون باستمرار اقل من او يساوي التاريخ اللي موجود في outer table يبقى هرجع تاني واخد ال date اللي موجود في او جدول الخارجي وعمل double click سيجيب لي date اللي موجودeri بال Sonic برد يقارن Today ال accumulation ب gold date ودائما سيجيب لي اللي موجود في الجدولَ من اللي موجود في الجدول الكبير كدا الناي جاهز qualities نستعمل في ال感覺 نجم Lee النهائية والتواريخ ال�يط احنا قلنا رقمها كانت تسعين ونبص على التابل الموجود التابل ده كان فيه كل قائمة الاسعار دلوقتي لو ركزت عليه هتلاقي مفيش غير بروك نومبر تو بس وكمان هتلاقي كل التواريخ اقل من تاريخ اربعة وعشرين واحد يبقى انا كده ممكن اخد السعر الاخير اللي موجود في الجدول ده اخد اخر سطر في الجدول ده ويبقى هو ده السعر المناسب اللي انا هشتغل عليه وعشان نعمل كده هنعمل قلت مرة تانية هدوس على الجير ايكون او الترس اللي موجود او العجلة اللي موجودة هنا طبعا عشان استخرج قيمة الاسعار بس فحكتب في الاخر هنا برايس افتح سكوير براكت واكتب برايس يبقى هجيبلي السعر فقط تعال كده نجرب دوس اوكي هتلاقي هي بقت لستة او جابلك الاسعار بس لو نزلت ده يرجع تاني على الركود بتاعتنا تسعين هتلاقي لستة فيها هتلاقي تات اسعار وزي ما اتفقنا هركز على السعر الاخير اللي هو خمسة وعشرين يبقى محتاج استخدم حاجة تقوله لو سمحت هاتلي اخر سعر او اخر ايتم موجود في الليستة دي وعشان نعمل كده تعال نعمل ايدت للمرة التالتة والمرة دي قبل تيبوت سيلكتروز هستخدم فونكشن تانية اسمها list.last هفتح قوس وحقفل قوس في الاخر وبعد كده هدوس على اوكيه وحتلاقي عندك الاسعار تعال نروح على الركود بنبرة 90 ليس عرف لي اخترت 90 بعيدة شوية بس هتلاقي فعلا ادي السعر 25 يبقى احنا كده شغالين صح وما فيش مشاكل خالص فاضل بس قبل ما نخش على الخطوة اللي بعد كده نعمل شوية تصبيت شوية فورماتنج بمعنى ايه اد كاستم دي رايت كليك هقوله رينيم لو سمحت تسمي ده السعر هنا جبنا الاسعار وحقق البيترات هنا لو لاحظت هتلاقي هنا ابي سي one two three دي معناها انداء اني محتاج اخليها decimal number فعشان اعمل كده ياما اعمل تغييرها عطول من هنا ياما ممكن من داخل نفس المعادلة عشان اقلل عدد الخطوات فهفتح الفرم الابار هتلاقي طبعا هو استخدم type.add column فاخرها فيه parameter او argument لو عملت كاما حتى انا ممكن احط ال type فحكتب type طبعا دي كيورد هو فاهمها والtype اللي هو number وnumber ده اللي هو decimal number وبعد اعمل check box او check mark وحتلاقي ان انت كده تمام one two two الدنيا ماشية بشكل ممتاز الخطوة الجاية تعالى نشوف ازاي ممكن نعمل volume discount او خصم الكمية عشان اقدر اعمل موضوع خصم الكمية ده محتاج اعمل تجميع للquantity زي ما اتفقنا مع بعض احنا قلنا انه الكميات اللي موجودة هنا مينفعش طبع عليها خصم الكمية لان كل سطر من دول بيمثل ببيعات يوم واحد لكن خصم الكمية على مبيعات الشهر بالكامل يبقى انا محتاج اروح اشوف كل شهر من كل منتج من كل customer اتنفذ عليه اجمالي كميات قد ايه وبالتالي استخدم الكميات دي عشان اجيب خصم الكمية من جدول الخصم طيب عشان افضل ان انا اعملها في قوية تانية هسيب القوية زي ما هي خالص وهعمل منها copy يبقى حروح على الشمال right click وقال له سماحة duplicate اعمل لي منها copy هيديني منها copy زي ما انت شايف ممكن دي اسم تاني طبعا مش بحتاج قطوة price حشيلها لان طبعا دي عطوار تكرار هي موجودة قرار في transaction table وبالتالي ممكن ابدأ عملية التجميع بهذا الشكل هنشوف محتاجين نجمع بناءة على ايه؟ محتاجين نجمع بناءة على الكميات فهنختار الكميات والكاتب التجميع الموجودة على البرودكت فهنختار كمان برودكت وناديس كنترول وبعد ذلك محتاج اجمع على الشهر مع السنة طبعا هنا فيه 3 شهور بس لكن لو زادوا عن 12 شهر سيكون لازم تحط معاك السنة على شان يجيب كل شهر لوحده فهنختار المنط مع اليير يبقى تكون هذه التلت خصائص التي سجمع باستخدامهم سوف تجمع الـ Right Click و أقوم بعمل لي Group By أول ما سوف تجمع الـ Group By سوف تجمع خصائص موجودين هنا بشكل تلقائي كل المطلوب الآن سوف أخطر اسمي للـ Column سوف نسميه مثلا Month Quantity و الـ Operation يحتاج لها طبعا هو Default Count لكن أنا أحتاج تجمع الـ Some سوف تجمعي لو سمحت الـ Column اسمه Quantity سوف تجمع على OK سوف تجمع تم فعلا التجميع سوف تجمع عدد السطور قلي جامد من 360 وهو حوالي 24 رو ولكن هناك 24 رو وبالتالي سوف أستخدم الـ Beyanate لكي أدوّر على الخصم بشكل ممتاز جدا أولا سوف نقوم بعمل الخصم داخل هذا الجدول سوف أعمل الآن سوف أعمل الخصم من المنطلوب سوف أقوم بعمل الخصم سوف أضع العمود ثم نقوم بعمل الخصم ثم نضع الخصم على جدول الكبير سوف يكون الموضوع سهل جدا سوف أقوم بعمل هذا سوف أقوم بعمل جدول نفس الحكاية سوف أولد سمحت أن أريد أدد Column سوف أتفتح أريد أدد Custom Column سوف اختبعه سوف أقوم بعمل و بعد ذلك سأقوم بعمل سوف أقوم بعمل هذا الجدول الخصم المضبوط سنقوم بعمل على أي شخص فيه سنأخذ الركود الأولانية لن يوجد مشكلة عندي 5973 وهي أكثر من 4000 ولكن أقل من 6000 يبقى الخصم المناسب لها هو 7.5% أو 0.075 حتى نقوم بعمل هذه القصة سأستخدم تيبود وسيلكتروز وأنا سأقوم بإمكانك تدور على السطور الذي أقل من فيها سيأتي بإمكانك أقل من كل المرارات الموجودة هنا والتي تكون أقل من من الرقم في المنطي توتل فهذا السيطرة سأقول لي أقل من 7575 سأجدين أنت وضعين سأقوم بإمكانك المنطي ترقب وبنفس الشكل سأختار كل المنطي ترقب فعندما سأريد أخر المنطي ترقب المنطي ترقب يعني نفس التكنيك بالضبط لكن المراتي على ال Quantity ليس على ال D نجرب مع بعض ونرى ستعمل كيف يعمل نفس الحكاية نعمل Edit مرة كمان نعمل Enter نحن نعرف الناس Table.SelectRose ثم نفتح الـ Cows Table هو Volume Discount و نعمل Enter نحن نحتاج الـ Condition 1 نحن نفس الحكاية نحن نعرف Variable الـ Variable سيسميه IT ثم Go To ثم نحن نستخدم الـ Column الموجود في الجدول الصغير موضوع منه Monthly Quantity ثم نحن نجد أن السمي منه موضوع منه موضوع منه Monthly Quantity ولم نقوم بإخبار الـ Monthly Quantity ونحن نقوم بإخبار الـ Error سنجد نفس الموجود Monthly سيكون الاسم أسهل ونحن نتظر نحن نقوم بإخبارها فهذا سيسميه monthly quantity والثاني سيكون أقل من مين؟ سيكون أقل من الموجود هنا ممكن أعمل double click و أجيبه على طول لا يوجد مشكلة وبعدها نقفل القوس أعتقد كده جاهز تعال نشوف بقى ال table دلوقتي ال table زي ما أرى ما عندوش بس غير 2 lines اللي هم ال 2000 و ال 4000 ليه لأنه ما وصلت ل 6000 فطبعا ال 2000 و ال 4000 أقل من ال 5900 فكده يبقى الاختيار ماشي كويس عايز أجيب بس الكولوم ده وبعد كده أختار آخر line أو آخر item هنعمل ده على طول بشكل مباشر لكن طبعا لازم نعمل edit فهنروح جوه و نكتب أول حاجة أنا عايز مين؟ أنا عايز هنا ال discount مظبوط اسمه discount وبعد كده محتاج كمان قبل table sect rose أختار list.last نفس اللي عملناه بالزبط المرة اللي فاتت وبعد كده أفتح قوس و أقفله في الآخر كده على طول هجيب لي discount تعالى نشوف ال error هتلاقي برضو discount مش مكتوبة مظبوط تعالى نخش نصلحها اسمه discount أعتقد كده هيشتغل مظبوط كده discount موجود معنا بشكل هائل يبقى جاب discount اللي هو السبعة ونصف المية في أولاين كما اتفقنا تعالى برضو نعمل شوية formatting right click rename غالبا محتاجين نسميه حاجة زي discount ده جبنا عن طريقه discount يحتاج برضو أضبط من هنا column type أو data type فحكتب هنا type و بعد كده number و نعمل check mark فكده زبطنا type مفيش مشكلة خالصة تعالى قبل الخطوة الأخيرة نبص على values اللي جاءت لنا لو فتحنا هنا الفلتر ستجد أن أنا عندي شيء مثل null لماذا عندي null لأن discount يبدأ من ألفين فأقل من ألفين ما بيحصلش انه يجد الماتش اللي هو عايزه فتعالى نبص النال دي هنا مثلا وصادها مين وصادها 1427 والنال دي 1432 دول ما بيحصلش ليهم discount لأن discount يبدأ من أول ألفين فبيرجع لك null فمحتاجين نعمل حل سريع للقصة دي طبعا فيه أكتر من حل ممكن نعمل if statement وحاجات زي كده لكن أسهل طريقة أن أنا أختار القرم واروح على transform من transform هقول لو سمحت replace values هدور على مين هدور على null والنال حط مكانها مين حط مكانها zero وادوس على اوكي كده هتشتغل معاك بشكل ممتاز جدا فاضل بس أن أنا أروح أودي ده طبعا هنا أنا عندي كل كل الترانزاكشن اللي حصلت لcustomer 1 product 2 شهر يناير كلهم سيأخذوا نفس قيمة الدسكاونت الو 7.5% فبالتالي لو رحت عملت merge من الجدول الثاني هتشتغل بشكل ممتاز فحاجة هنا وسأروح على هوم من هوم الجدول الأولين هي automatic فوق هختار منه customer مع product مع month year طبعا وانا دايس على control فهنا 1,2,3 النص اللي تحت هختار الجدول الثاني volume discount لا طبعا اختار month total اللي حنسعملينه مع بعض هختار برضو customer و product و month year الثلاثة مع بعض 1,2,3 لازم تكون ماشية مع 1,2,3 اللي موجودة تحت left outer مفيش مشكلة هادوس على اوكي جالي عمود جديد في الجدول او سطور اللي عاملة matching من الجدول الثاني طبعا لازم يكون سطر واحد باستمرار ما فيش هناك تقرارات فالكلام ده هكون مزبوط 100% الاول خلينا نسمي هنا برضو اسم لي معنى rename هنسمي ده discount وبعد كده هنا ممكن نعمل expand طبعا ما تنساش تعمل uncheck بشكل كلمة username as prefix سأعمل unselect كله انا اريد فقط ودوس على اوكي الدسكاونت جالك بشكل ممتاز جدا الخطوة الاخيرة عملية ضرب سريعة سنضرب quantity مع price في 1 minus الدسكاونت حين الاول نضرب ثم اختار quantity ودوس على shift واختار دسكاونت وروح على add column من add column standard وقال له اعمل multiply ثم نضرب ملتيبليكيشن وسمى insert multiplication وسمى column ملتيبليكيشن طبعا كده محتاجة عمل تغييرات من ضمنها مثلا اغير اسم الخطوة rename سميها مثلا revenue هنا بحسب revenue ودوس على جير icon ونغير داخل الخطوة نفسها طبعا برضو يصح ان يكون اسمه revenue وهتلاقي هنا استخدم list.product دي طبعا product يعني ضرب يضرب في بعضها ال list جاي من ال column اللي هو quantity و price و discount طبعا احنا قلنا ما نفعش نضرب على طول كده لازم نقول له 1 minus discount افتح قوس و اقول 1 minus و اجي في الاخر و اعمل قوس كمان نبقى كده احنا عملنا عملية الضرب بشكل كويس خد بالك ممكن ينتج عن عملية الضرب دي اكتر من على 220 و هذا ما يصحش بالنسبة للعملة يعني ما فيش حاجة اسمها 0.326 نبقى هنقف هنا و نعمل rounding نبقى 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 number.round و يمكن افتح قوس و اجي في الاخر اقول له عايز تقريب الى اقرب على 220 ف هكتب اثنين و اقفل القوس و ادوس على ok اعتقد كده كله تمام الحاجة الوحيدة هتبقى فضلة ان انا اضبط column type او data type برضو هنا جاب لي any او abc123 بنفس الطريقة حاجة على البرامتر الاخير و اكتب type و بعد كده number و بعد كده اعمل check mark طبعا كده انا جاهز ممكن اروح على home و اقول له close and load close and load to خليني بقى المرة دي اختار onlycater connection لاني مش بحتاج اعمل load لكل الكلام ده هلود بس query واحدة اللي هي table اللي هي alt table هعمل ايها right click و اقول له سمحت اعمل load to عشان نغير load option حط هريف table existing work sheet و فوق 3 مفيش مشكلة و ادوس على ok و هتلاقي حراك ادي كل هتلاقي revenue محسوب و هتلاقي discount بشكل ممتاز و ال price اعمل بشكل هايل لكن طبعا انا لو مكانك هبقى عايز اراجع العمالة دي كلها تمت بشكل صحيح عايز اتاكد ان انا فعلا قدرت احساب revenue بشكل مصبوط و عشان نعمل كده فانا غالبا ممكن اعمل نفس العمالة دي بالزبط ولكن بالwork sheet formula استخدم معادلات excel العادية علشان اتاكد ان الحزبة صح من الناحيتين من ناحية power query و من ناحية ال excel لكن ده هنعمله ان شاء الله في فيديو تاني فغالبا هيكون الفيديو الجاي بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو لو عجبك لا سمحت اعمل لايك واشترك في القناة و سيب لي تعليق وشارك الفيديو او اعمل شير للفيديو و ان شاء الله اشوفكو الفيديو الجاي شكرا جدا لوقتوكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته